الله معكم احبائي الوضع باوكرانيا لتسعة وعشرين تموز يوليو الفان وثلاثة وعشرين اعزائي متل ما شفتوا بالفترة الماضية فيه هجوم اوكراني كتير كبير عم بتخضر قوات الاوكرانية باتجاه عدة محاور يعني او كافة خيرسون زابوروجي جنودوناتسك بخموت باستثناء كريميناية عم بيكون فيه هجوم مضاد مش هجوم فعلي للقوات الاوكرانية الفكرة من الهجوم على خيرسون وكرم وزابوروجي مرتبطين ببعضهم مع البحر الاسود ومنطط اوديسا وميكولاييف ومحيطن يعني الامداد الروسي للكرم وخيرسون بيتم عبر طريقين وسواء وضحت لكم يوم بفيديويات الطريق الاول عبر ماريوبل بيرديانسك مني توبول بيروح على خيرسون وعلى الكرم وطريق امداد اخر من البر الروسي ميكولايس نودار باتجاه الكرم عبر جسر كيرتش القوات الاوكرانية هي بالتزامن مع تقدمة او محاولات عبور باتجاه الضفة وشفنا كتير معارك عن جسر انتونيفسكي بالمنطقة هون عم بتحاول تتقدم بنفس الوقت باتجاه زابوروجي وبنفس الوقت عم تحاول كانت تستهدف المناطق اللي بتربط الكرم بخيرسون جسر شونار والكرة والمعابر البقية وعم تستهدف جسر كيرتش اللي بيربط الكرم بالبر الروسي وبالتالي ايضا عم تستهدف مستوضعات الذخيرة والوقود لتقطع الامداد وتقسم كامل هذه المنطقة يعني تعزلها تجرب تعزلها تعزل الامدادات تضيع على القوات الروسية كدر الامكان لحتى تتمكن اكتر من القوات الروسية وتعبر بشكل سهل ويكون في مشكلة القوات الروسية المنتشرة بخيرسون والكرم طبعا القوات الروسية بنفس الوقت عم تكون كانت مستعدة عم بتجرب كانت بعد صفقة الحبوب تغلق البحر الاسود ومثل ما قلنا هذا اللي صار عم تجرب تغلق البحر الاسود امام السفن الجاي من اوكرانيا او راجعة الى اوكرانيا عم بتجرب بنفس الوقت كانت تضرب منطقة اوديسا وسعت من ايطال استهداف بمحيط اوديسا جتوسعت واستهدفت مناطق بالخلف اكتر واكتر مناطق بتستخدم فيها القوات الاوكرانية كل الاسلحة ستون مشادة وصواريخ بعيدتين مدى مسيرات قوارب غير مقهولة للي عم تستهدم فيها القوات الاوكرانية الكرم مثلا شفنا مستوى داعات واقود بالكرم الجسر بالكرم هون المعابر بالمنطقة هون فبالتالي الضربات عم بتكون بعدة مستويات بشكل واسع ونطق بعيد وبشكل ديء قريب كتير من الجبهة وطبعا عم بتكون استهدافات مختلفة يعني عم نشوف استهدافات كل الوقت محاولات قتال متضفة هون طرفين عم بمرتفعية وإلى خيري ومنفس الوقت عم يكون في استخدام للصواريخ بعيدة المدى يستهدفوا فيها مراكز القيادي والبني التحتية للطرفين متكلين عليها بمعاركهم ضد بعض بهذا الجزء من الجبهة مثل ما أنا زابوروجي جزء من جزء زابوروجي خيرسون والكرم مع منطقة اوديسا والمنطقة هون فلذلك أحبقي معركة بعد مستمرة صباحا استهدفت القوات الاوكرانية جسر شونار بالمنطقة هون للقوات الروسية طبعا ما بيان إذا فيه أضرار أم لا ولكن هاتاني مرة بيتم الاستهداف طبعا هذا خط امداد بيجي مثل أنه من البرر الروسي عبر ماريوبل بيرديانسك ميريتو بول جسر شونار بيجي إلى الكرم وبالتالي عم تتكرر المحاولات الاوكرانية لقطع الامداد عن كامل هذه المنطقة طبعا بالأمس كان فيه أيضا استهدافات أو مش بالأمس عم نحكي بالساعات الأولى من اليوم فجرا عم يكون كان فيه محاولات الاوكرانية استهداف على كامل منطقة هون نوفاكا خوفكا أولاشكي أولي بريستان القوات الاوكرانية عم تستهدف القوات الروسية بالمدفعية مع محاولات عبور ولكن ما فيه أي نتيجة يعني ما فيه أي نتيجة للقوات الاوكرانية حتى اللحظة بالوقت اللي شفنا أيضا استهداف اوكراني لمنطقة تاجان روغ بالمنطقة يوم بالبر الروسي القوات الروسية راح تستهدفت مبنى امن الدولة بمنطقة داني برو طبعا الاوكران عم بينكروا هذا الشي عم بيقولوا طبعا استهدف مباني مدنية بمنطقة داني برو وبالتالي احباقي المعركة المستمرة عم نشوف اكتر واكتر تصعيد طيران الناتو عم بيتم او الامريكي يعني طبعا عم بيتم استخدامه بمحيط البحر الاسود سبع واردت لكم انا اللي ما شايفا هول عم بتشوفون الصور هول كواعد الناتو بالدول المطلعة على البحر الاسود هذي كلها تستخدم او بعضها يستخدم اذا نقول بمساعدة بامداد الاسلحة الى اوكرانيا وبالتالي طيارات الاستطلاع الناتو عم بتساعد بتحديد الاهداف مع صور اكمال الصناعي للوات الاوكرانية لتستهدف بدقة عبر الصواريخ والمسيارات والكواعدة الغير مأهولة الاهداف الروسية بالمنطقة هون طولت عليكم بعرف ولكن كان ضروري هذا الشرح يكون واضح للاحبي جدد معنا بالقناة واضفة مزيد من الوعامات للمتكانوا متواجدين معنا سابقا احبي من تلل شوي الى الجبهة بزابوروجي الطقس معا بيساعد بتشكيل هجمات عم يكون متقلب ولكن في رميات مدفعية منذ الصباح بين الطرفين طبعا حاكي عن المعركة بفيديو سابق فيكن تشوفوه تلكم شرحت عنه بعد منتصف لمنتصف الليل فيكم متابعوه بخصوص منطقة زابوروجي بخصوص جنوب blogs بعد المعارك في منوشات طوال الليل كان في استهداف من القوات الروسية للقوات الاوكرانية بغرب ستار وميورسك بالمنطقة هون القوات الاوكرانية استقدمت تقريбا عدد كبير من الجنود عم بتجهز بالمناطق الخلفية بالمنطقة هذه عم بتجهز عدد كبير من الجنود لتهاجم باتجاه ضخ مزيد من القوات باتجاه جنوب ستارو ميورسكو وتضغط باتجاه يوروزين الضغط الحالي حيكون باتجاه يوروزين حيجربوا يسيطر عليها القوات الأوكرانية ويخضعوها لسيطاتا حتى لاحقا يصير في مثل جسر تعبر منه القوات الأوكرانية باتجاه ستارو ملينيفكا وللي ما بيعرف ستارو ملينيفكا هيبتقى على خطوط الدفاع الرئيسي الأولى للقوات الروسية هو الخطوط الحمر الدفاعات الرئيسية للقوات الروسية وبالتالي بيكون غسطه خط الدفاع الرئيسي الأول للقوات الروسية حاشد بعده مستمر عند القوات الأوكرانية ولكن بعد ما في مناوشات بعد منتصف ليل فقط أما صباحا فما في أي شيء جديد بهذا المحور سوى حشود للقوات الأوكرانية لحتى تهاجم القوات الروسية طبعا القوات الروسية عم تستعد ولكن في استقدام كتير كبير عدد من مسيارات الاوكرانية بهذا المحور يعني رغم العدد الكثيف اللي ايجا بعده عم بيجي بكل فيديو عم بيكون في معلومات انه عم تيجي اكتر واكتر مسيارات اوكرانية اللي يتم استخدامها بهذا المحور بالتجاه لكانستارو مايورسك وبالتجاه برويت نيبل منطقة هون من روح على محور اخر احبائي وهو محور باخمط المعارك بعدها مستمرة ولكن اللي كان بارز اكتر هو ضغط اوكراني كان عم بيكون هالمرة نحن بنحكي دايما في ضغط اوكراني باتجاه شمال سوليدار الا انه هالمرة كان عم بيكون باتجاه ميكولايفكا وفاسيوكيفكا رجع تفعل هذا المحور من بعد ما كان بالايام الماضي عم بيكون الضغط باتجاه بيلوريفكا وباتجاه ياكوفليفكا تلكن سابقا الهدف الاوكراني هو قطع خط الامداد اللي بيجي من السيشيانسك بالمنطقة هون عبر هذا الخط الاصفر اللي شايفينه بيجي على باخمط والتوجه لاحق عن اللي قطع خط الامداد اللي بيجي من بوباسنا عبر هذا الطريق الى باخمط يعني بعد ما يقطع بالمنطقة هون يجعوا يوصلوا الى المنطقة هايدي بنفس الوقت القوات الاوكرانية عم بتحاول تدخل من اوزينيفكا وكرديوميفكا لتقطع خطوط الامداد على الشكل التالي يعني اذا قدروا نشحوا على الشكل التالي القوات الاوكرانية يقطعوا خطوط الامداد فرح يعني جربوا يطوقوا باخمط من كافة الجهات يعني او يقطعوا الامداد عنها متل ما نكون شايفين فبنا نشوف اذا رح ينجحوا ام لا ولكن المعارك بعدها مستمرة القوات الروسية محافظة على مواقعها باكتشيفكا الضغط عنيف على اندرييفكا اكتر عم بيجربوا القوات الاوكرانية نوعه هجماتا يعني اوقات يشدوا على كتشيفكا اوقات يشدوا على اندرييفكا وكرديوميفكا وازريانيفكا بالمنطقة هون لان القوات الروسية متل ما شايفين التشكلات العسكرية اللي انا حاططها هجدين منيح عم بيجيبوا تعزيزات فالمعارك بكل اسف دموي كتير والاعداد القتلى كتير عالي ومرتفع عند الطرفين احبائي هذا كان كل شي حتى اللحظة اي شي جديد انا برجع بحكيكم عنه بتمنى في صار شي طريقة جديدة لدعم القناة ماديا يعني موجود الطريقة بالوصف ديسكليبشن تبع الفيديو وفي شي متل اسمه تانكس او شكرا حد التنزيل تبع الفيديو محل الدول وتحده فيكن تضغطوا علي وتتبرعوا للقناة ماديا القناة مستمرة بدعمكم ماديا فقط بالنهي انا شخص لا مؤسسي لا جماعة لا دولي لا اعلام حكومي وبالتالي القناة اه ما عندها مصادر تمويل اه سوى حاضرتكم احبائي هذا كان كل شي مشكورين على محبتكم فئتكم ودعمكم وبتمنى تتابعوا الفيديو اللي قبل هيدا اه دايما تتابعوا الفيديوهات جميعا ما تشوفوا بس اخر فيديو لان بكل فيديو في معلومات جديدة وممكن ما تكون مرتبطة بالفيديو الاخر يعني ممكن كل فيديو بيحكي عن التحديث بمنطقة معيني فما بتناول فيه مناطق اخرى هذا كان كل شي لا كان احبا الى اللقاء بفيديو اخر وداعا اشتركوا في القناة